رأيك هل حان الوقت اليوم لوقف إطلاق النار؟ أم هناك أطراف تحاول زعزعة هذا الاتفاق؟ أنا في تصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في محاولة الوصول إلى تفاهمات في محاولة الوصول إلى تهديئة الأوضاع ووقف العملات العسكرية في غزة وذلك نتيجة عدم تساع الأصراع في منطقة الشرق الأوسط الزيارة التاسعة لأنطوني بلينكين للمنطقة في محاولة الوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين بالإضافة أيضا إلى إنهاء العملية للقتال في غزة إلا أن هناك تعنت من قبل بن يمين نيتنياهو وهناك تراجع في المواقف السياسية لبن يمين نيتنياهو وحكومة اليمين المتطرف وهذا ما عهدنا من بن يمين نيتنياهو يعني بلينكين جاء إلى القاهرة بعدما التقى ببن يمين نيتنياهو في محاولة لإرسال رسائل بأن إسرائيل جد في عملية التفاوض في محاولة أيضا لعدل إنجرار المنطقة إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة بلينكين جاء إلى القاهرة للاستماع إلى الرؤية المصرية رئيس عفتاح السيسي أكد أنه حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وبحث جهود التوصل إلى هدنة خاصة مع وجود جولة أولى في الدوحة 48 ساعة من المفاوضات إلا أن هناك تباين في المواقف وهناك تراجع من قبل إسرائيل في التعاطي والتعامل مع الاتفاقيات وأيضا هناك أيضا العديد من الصغرات كما كان هناك تصريح بهذا الأمر إسرائيل أيضا أعطت ضوء أخضر للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التدخل بشكلها السياسي وأيضا بجميع المكونات له وذلك حتى لا يكون هناك اتساع للصراع خاصة أن الوضع الاقتصادي ووضع متدهور لإسرائيل أن الوضع الداخلي أيضا هناك احتقان داخلي نتيجة المظهرات المستمرة من قبل أسر الأسرة بنيمين يتنياهو أيضا يريد الهروب إلى الأمام أيضا يريد أن استمرار العملات العسكرية في قطاع غزة وذلك حتى يحافظ على حكومته من أي مساءلة أنتونيو بلينكين جاء إلى القاهرة للاستماع الرؤية المصرية أيضا للوصول إلى دعم من قبل الوسطاء الجانب المصري ومن سما بعد ذلك التوجه إلى الدوحة في تصوري أن الرئيس عفتاح السيسي كان واضحا في الرسائل الذي أعطاها وفقا للبيانة الصادرة عن رئاسة الجمهورية بضرورة التوصل إلى وقف الإطلاق المرورة تخلي المساعدات بصفة مستمرة أيضا ضرورة حل المشكلة سياسيا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعصمتها القدس الشرقية والاستماع إلى لغة العقل وصوت العقل لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة أيضا ضرورة أن يكون هناك رادع للتعنت الإسرائيلي أن يكون هناك موقف محايد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ورغبة حقيقية في تحقيق الهدنة وتحقيق إتمام الصفقة